جهود الإنقاذ الدولية في سباق مع زمن الموت في اليمن تاكيد صادر من وكالات إغاثية عن خطورة الوضع الإنساني في البلد الذي لا يكاد يخلو خبر فيه أو عنه من الموت فمن لم يمت بالحرب يمت بالملاريا والكوليرا وحم الظنك وحميات أخرى ووباء كورونا الوكالات الأممية التي تعمل في مجال الإغاثة الدولية قالت في بيان لها إن أربعة من بين كل خمسة أشخاص أي أربعة وعشرين مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة في بلد نظامه الصحي على حافة الانهيار في ظل مخاوف من فقدان العديد من الأرواح ليس فقط بسبب كوفيد-19 بل بسبب أوبئة وأمراض أخرى كما هو تصريح الناطق باسم فوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبورت كولفيل تكمن مخاوف وكالات الإغاثة الإنسانية من أن التقارير المتعلقة بوباء كورونا لا تعكس الأرقام الحقيقية للعدوى خصوصا في مناطق ميليشيا الحوثي حيث بلغ معدل الوفيات 20% بحسب البيان المشترك لوكالات الإغاثة الذي أشار إلى وجود مشكلة في توفير المعدات للمرافق الصحية ونقص في أدوات الحماية العاملين الصحيين في مستشفيات لم تعد تستقبل المرضى بسبب عدم وجود أسرة وأدوية المخاوف الدولية أكدت أن أكثر من 30 من بين 41 برنامجا مدعوما من الأمم المتحدة سيجد طريقه للإغلاق في الأسابيع المقبلة إذا لم يتم تأمين التمويل الإضافي ولذا طالبت وكالات الإغاثة الدول المانحة بتعجيل دفع ما تعهدت به خلال مؤتمر المانحين المنعقد افتراضيا في الثاني من نيولجاري لإنقاذ الكثير من الموت الموت الذي يتجول بحرية في شوارع مستشفيات اليمنيين وحتى بيوتهم